اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي يوم الاربعاء الماضي مرت الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي هذا الجيش الذي تأسسه يوم ستة كانون الثاني عام 1921 بفوج نسمي فوج موسى الكاظب ومنذ ذلك التاريخ لغاية يوم احتلال العراق عام 2003 كان هذا الجيش عنهوانا من عنوين فخر العراقيين وكان بحق يعني مثل ما كنا صغارا ننشد وكبارا نقرأ ونسمع صورة للوطن وكان حقيقة بشكل صورة للوطن لكن بعد عام 2003 لغاية اليوم بعد 17 سنة من الاحتلال العراقي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نسمي هذا الجيش الذي تأسس بعد الاحتلال وبارادة الاحتلال وبإشرافه وبمنهجه وتوجيهه وبمعاونة هذه الاحزاب الطائفية التي أسست العملية السياسية وحكمت العراق وجاءت مع الاحتلال من بعد عام 2003 لا يمكن اعتباره سور للوطن هذه الصفة فقدت يعني هو تخلى عنها لأن الجيش الذي أسس عام 2003 وما بعدها ليس هو الجيش السابق ولا علاقة له بتاريخ الجيش السابق هذه حقيقة فمن يحتفل بالذكرى المئوية لولادة الجيش العراقي عليه أن يعني يضع هذه السنوات من عام 2003 لغاية اليوم 17 سنة التي مضت خارج هذه الحسابات لأن حساباتها مختلفة وحساباتها أخرى غير التي كانت قبل ذلك لماذا؟ هذا الجيش العراقي الذي تأسسه طوال سنوات من 1921 لغاية 2003 كان ابن العراق هذه حقيقة لم يكن ابن نظاما مهما ادعوا عليه مهما نعم به من البعثية وغير البعثية والقوميين والشيوعين لكن هو يبقى بالإطار العام هو ابن العراق كان يدافع عن قضايا العراق والأمة في عام 1941 هذا الجيش هو من وقفه ضد الاحتلال البريطاني في ثورة مايس وقاوم البريطانيين وبريطانيا كانت أنذاك هي الدولة رقم واحد في العالم وقدم الشهداء وقدم الجرحة وقدم تضحيات كبيرة في عام 1948 قبل الذهاب إلى فلسطين قبل الحديث عن الذهاب إلى فلسطين ودوره في معارك فلسطين يجب علينا أن نتحدث عن مثلا تظاهرات بورتسموث التي خرج بها الشعب العراقي ضد معاهدة بورتسموث ضد صالح جبر الذي وقع معاهدة مع بريطانيا يعني تزيد العراق تكبيلا بقيود بريطانية تؤيد أو تؤكد انتداب العراق وجعله تحت الانتداب البريطاني لكن الشعب العراقي رفضها وخرج عن بكرة أبيه في بغداد وفي كل المدن وبالذات في بغداد ليهتف ضد الحكومة إلى أن أسقط حكومة صالح جبر الحقيقة وفي وقتها الوصي عبدالله وصي على الحكوم الأمير عبدالله طلب من رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت أن يشرك الجيش بعد أن فشلت الشرطة في احتواء التظاهرات أن يشرك الجيش لقمع الشعب لكن رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت رفض هذا الأمر وقال له بالنص أن هذا الجيش هو ابن العراق ولا يمكن أن يشترك في عملية ضد الشعب هو ابن الشعب وهو للشعب وهو جاء لحماية هذا الشعب ولحماية هذا الوطن وهكذا أدوار هذا الجيش كانت متنوعة وكبيرة في عام 1948 كيف قاتله في فلسطين وقبور الشهداء العراقين ما زالت في فلسطين في المقابر في فلسطين هناك والعرب جميعهم يعتزون بهذا الدور الذي قام به جيش العراق في عام سبعة وستين الغمن العراق سمع بالحرب من الإذاعة لكنه دفع بجيشه إلى الأردن إلى ساحات المواجهة وصمد لأشهر كثيرة كان هناك وكان له دور كبير في عام 1973 شارك بطيران واسع طائرات العراقية هي أول طائرات قصفت على شاشة الصواريخ الإسرائيلية في سيناء وكان له دور كبير هذا الجيش البطل الذي ذهب على الصرفات في حماية دمشق وحماية سوريا من الاعتلال الإسرائيلي في عام 1980 قاوم الاحتلال الإيراني وقف ثمان سنوات قدم التضحيات الكبيرة دعنا من رأي إلى آخرين كيف يرون إيران اليوم كيف لا يرونها هذا الكلام معيب لأن التاريخ لا يمكن أن تنتقي منه أحداثا الآن الذي يتحدثون عندما تراقل ستجد أن هذه الفترة الثمان سنوات لا يأتون على ذكرها وكأنها لم تكن في حياة العراقيين وقدم أهل العراق فيها التضحيات الكبيرة دفاعا عن بلدهم ليس دفاعا عن نظام هذه كذبة كبيرة هم يحاولون تزوير التاريخ كانت هناك نوايا وشعارات الاحتلال العراق من قبل إيران وأهل العراق شيعة وسنة وكردا وعربا ومسيحيين وصابي أو كل من يوجد على أرض العراق كل عراقي دافع عن العراق واختلطت دماؤهم ودافعوا عنهم من الشمال إلى آخر نقطة في الفاو وكانوا بوابة حقيقية حمت الأمة وحمت العراق من هذا المد الأصفر الآن لا يتحدثون عنهم لأنه علاقاتهم بإيران وهم أتباعوا لإيران فلذلك هذا التاريخ وحتى شهداء تلك الحرب يعني من العراقيين لا يعتبرونهم شهداء وأسقطوا عنهم صفة الشهداء هذه واحدة من الكوارث هذا هو الجيش العراقي بعد عام 2003 تشكل الجيش بإرادة أمريكية بعد أن تم حل الجيش السابق وتشكل الجيش بإرادة أمريكية ويشرف بولي بريمر وغيرها من الأمريكان وأشركوا فيه كل الميليشيات وكل القوى بأسس طائفية بأسس عرقية وإذا به جيش غير جيش بولاءات متعددة بلا عقيدة جيش يبحث عن حماية أنظمة وحماية أحزاب وحماية قوى وليس له قدرة على حماية العراق أبدا وهذه حدود العراق كلها مفتوحة لا يستطيع هذا الجيش أن يحميها ولا يستطيع أي ضابط مهما كانت رتبته وهذا واقع حال أن يقف أمام أي شخص من ميليشيا من ميليشيات الأحزاب الموجودة على الساحة إذا ما أراده وسمعنا الكثير من التهديدات وسمعنا الكثير من الأحداث وشاهدنا الكثير من الأحداث التي كانت فيها الميليشيات طرف ضد الجيش وكيف تصرف أفراد الجيش مع الأسف هذا الجيش خانع غير قادر غير مسؤول عن حماية وأن يكون سورا للعراق العراق بلا سورة حقيقة لذلك هذا الجيش ليس كما كان سابقا لا يمكن اعتبار هذا التاريخ مكمل لذلك التاريخ هذا له حسابات أخرى يعني تحية لذلك الجيش البطل العملاق ابن العراق سورة الوطن سورة العراق الآن كل أهل العراق يتذكرونه بكل خير كانت له هيبة كانت للجندي والضابط والإطار الذي يسمى جيش والإطار الذي يسمى العسكرية كان لها اهترام وكان لها تقدير واعتزاز في نفوس كل العراقيين في الشارع وفي كل مكان هكذا كان الجيش وكانت الرتبة يعني تشرف صاحبها لا أن الآن نرى رتبا تعلق في مراقد معينة ويأخذون التحيير لمراقد لا أعرف كيف ذلك ويحولون القضية إلى قضية طائفية هذا غريب عجيب بالنسبة لجيش هو عنوان من أناوين وحدة البلدان وعنوان رئيسي لسيادته واستقلاله والحفاظ على ترابه وثرواته وأهله هذا هو الجيش العراقي تحية لهذا الجيش الباسل الذي تم حله عام 2003 بكل تضحياته بكل طراثه وهذا ليس له علاقة لا بنظام ولا بشكل ولا بأحزاب ولا بقوة كان ابن العراق وما بعد عام 2003 هذا جيش آخر ليس لا ينتمي للعراق ولا يعرف العراق أبدا مع الأسف الشديد ووقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير أترككم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة